أعبدلا على أتكلم على الأهلي وأعبدلا على أقيم بي وأعبدلا على المباراة نفسها بشكل عام هذا tonight displays أمخراف محمد عبد المنعم مشانهرضه أنا بفرقي على المباراة محمد العبد المنعم تهيل أويشة أداء مميز جدا وشغل عائي جدا لما تلاقي نتيجة مباراة يا كريم 3-0 وتلاقي إنه فريق عنده التحواز بالشكل اللي كان نادي الاهلي عاملو نه вторو وتلاقي إنه السيطرة الهجومية بشكل كبير جداً جدا لنادي الاهلي وتلاقي أنه كل شيء فيما يتعلق بالجزء الهجومي كان ماشي بشكل ممتاز للنادي الأهل والنتيجة تطلع الثلاثة صفر بالشكل اللي شفنا النهاردة وأنه كان فيه كمان النتيجة ممكن تزيد عن ثلاثة صفر بالشكل الآن هابين نادي الأهل المباراة ويكون رجل المباراة والأعلى تقييما على كل المواقع الإحصائية هو محمد عبد المنعم لازم توقف لازم تتوقف وتشوف أنه يكون عندك مدافع أنيق بالشكل ده مدافع مش بس بيعمل واجباته للدفاعية على أكمل وجه نحضر لقطات محمد عبد المنعم والناس تشوف دايما أي مدافع بيتم تقييمه على مجموعة من العوامل رقم واحد الرجل في الالتحامات قادر أن ياخد الالتحاماته سواء الهوائية أو الأرضية ولا لأ رقم اتنين التقطيع والطرحيل الرجل قادر يساعد زميله ويغطي سواء ورد ظهير اللي جنبه قلب الدفاع اللي هو النهاردة كان ياسر إبراهيم أو ورد علي معلول أو حتى في بعض الأحيان كان بيغطي على محمد هاني لما بيعمل عملية اللي أمركزي ويعمل السؤال مع ياسر إبراهيم كان قادر يعمل ده ولا لأ عملية الخروجه بالكورة واللي بيعتمد عليه مرسي الكورة بشكل كبير في بعض الأحيانة على الخروج بالكورة وضرب الخطوط سواء الخط الأول أو الثاني للفريق المنافس خط الرجوم أو خط الوسط وتلاقي أن العيب بيعمل كل العوامل دي بإيجادة تبقى اللي أرقامه مش بس في المباراة تبقى لللقطات اللي هنجيبها دلوقتي ترازم توقف تقول إنه لما كنا بنقول إن محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع بلعب داخل القارة ما كناش بنبالغ أبدا لما كنا بنقول إن محمد عبد المنعم هو أهم مدافع في تشكيلة منتخبنا الوطني في التوقيت الحالي ما كناش بنبالغ لما كنا بنقول إنه نقطة الارتكاز الأولى عند مرسي الكولر ما كناش بنبالغ لأنه مش بس بيساهم في أجاباته الدفاعية لأ نرجع بقى واحدة واحدة إرجع تاني من أول من أول لقطة بصها كريم هنا أنت بتتكلم على رفيق كاب واحد من أسرى اللي هابين في الدورة المصري عدى في وسط الملعب من مروان ومروان كان عنده إنذار بالمناسبة في كرة دي كانت شقدر يخش يلتحم معاه التخطية والترحيل الراجل قاطع عليه توقيت الكرة وهنا بنتكلم على التحام ثنائي أرضي الراجل قدر ياخد الكرة يحطها برا من غير ما يعمل فاول وده نقطة مهمة جدا إنه قادر يكنترول مش بس على إنه بيقطع الكرة قادر كمان إنه يمنع نفسه إنه هو يعمل فاول على رفيق كاب اللي كان مندفع وكانت تعمل خطورة جبيرة على النادي الأهل دي واحدة التانية ارجع هنا ارجع هنا ارجع هنا ارجع هنا علشان وضعية الجسد بالنسبة للمدافع مهمة جدا أنت لما تيجي تبص هنا الكرة دي محطوطة على الخط علشان نفس اللعبة اللي بيلعب انبي عليها طول المباراة ماشي 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 نفس الكور نفس القص الراجل هنا مش بس قطع طريق كرة لا بياخد الكرة بالرجلة العكسية الرجلة اليسرى عشان تبقى جول ملعب لأنه لو خدها برجل المين وهو مندفع كده مليون في المائة تطلع برا لا الراجل هو بيقطع وبيعمل التمريرة في نفس التوقيت وهو ضمن إنها مش تطلع برا لأنه هو خدها بداخل القدم اليسرى اللي هي جول ملعب لو حطها باليمين لازم تطلع برا ما عندهوش حل تاني لكنهو خدها بالرجلة التانية بالرجلة العكسية علشان وضعية الجسد وهي اللي خدمته في كل القصة هو راح في التوقيت المناسب قطع الكرة ووضعي الجسد ومناسبة علشان الكرة تطلع بالشكل ده اللي بعد بصة كريم وقف هنا وقف هنا ده ثقة اللاعبين ثقة مارس الكولر في بناء الهجمة في قدرة اللاعب على التمرير السليم على الرؤية قادر يعمل اسكانه ويشوف زميله رغم انه مدافع نادرا نادرا ناديم فراهم سعيد منلاقي مدافع عنده القدرات دي كان عندنا مدافع عظيم اسمه الجمعة لكن ده مش بروفايلو ده مش ستايلو عشان كاية وترك هو مدافع أنيق جدا مش بس انه بيعمل كل الحاجات اللي بيعملها المدافع الترحيل والتغطية والالتحامات وكل ده لكن بس كمل كمل بص طولي كمل كمل بص هنا الرؤية الرؤية فتح له حسين هو بيعمل باص عميق في المسافة الطبيعي جدا انه يعمل السهلة ويعمل الكرة السهلة التقليدية يحطها العالم على الول تحت لكن هنا هو عمل الباص الصعب عمل الباص ضرب بي خطين لفرقة امبي ودى حسين الشحات واحد على واحد الكرة كان فيها التحاموا فيها شك انها الكرة للجزاية لكن مش ده موضوعنا لكن قدر يوصل حسين لو انطقة خطورة واحد على واحد بباص واحد دي واحدة تضاف كمال لمحمد عبد المانيق ايه اللي بعد بص هنا انا عايز اقف عن دللقطة دي شوية كمل 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 ماشي ماشي اول بس وقف هنا بس يلا كنا باللوم على محمد عبد المانيق ما كارين اوقات كتير جدا جدا بسبب العصب ايه وبنقولوا انت لعيب كبير وبقيت في وقت صغير جدا اهم مدافع في مصر لازم التيمبو يهدى فيما يتعلق بالرياكشنات والانفعالات والتصرفات اللي كانت اقويات كتير بتخسره كتير سواء عن طريق بطاقات او عن طريق تهور في بعض الالعاب بص هنا اللي منفعل في القرة دي كمل بقى كمل انا وقفها بعد شوية كمل بص اللي منفعل في القرة دي هنا حسين الشحات بص اول ملاح سيني بتلا يتعصب هو اللي بيهدى حسين دايما كانت المشكلة عند المنعم هو اللي بيعمل عكس مينعم دايما متوتر دايما متعصب هو التيمبو عنده عالي شوية فطبيعي دايما كان هو اللي بيعمل الازمة مش هو اللي بيحل الازمة هنا بتتكلم على شخصية كل اللي احنا قلنا ده فني لكن بتتكلم على العقب فني من غير عقلية من غير شخصية من غير ما يكون هو قادر يكون قائد في الملعب رغم سن الصغير حسين في توقيت زادة خد انزار شايف ان حسين ممكن لو تفضل متعصى باخد انزار تاني يخسر الفرقة كتير والمباراة لسه في اولها دي كانت لقطة ضربة الجزاء فكان طبيعي جدا لازم عب منام يهدي يهدي حسين في اللقطة دي تحسب لمحمد عب منامه والنسبة لي هو تطور على صعيد الشخصية وعلى صعيد النفس اللي بعد